اشتركوا في القناة 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 دورة شهرية اللي المفروض بتنزل برة الرحم ما بتلاقيش مكان تنزل فيه اللي هي الموجودة برة تجويف الرحم يسوأ في الحوض او على الانبيب او على المبيض فبتبدأ الدم بتاع بطنة الرحم اللي المفروض ينزل ما بيلاقيش مكان ينزل فيه فبيبدأ يكبر الدم اللي بينزل بيتعرض لتغيرات فبيبدأ بيحصل له تحلل فبيبدأ يكون مادة شبيهة بالشوكولاتة يعني يا دفتر حياتي بتقول انه في كل دورة شهرية بيبتدي يكبر طبعا وهنا بنتكلم فيه موضوع خطير جدا يعني هو مش بيفضل على شكله او حجمه ولكن هو يعني اعتبر كل شهر بيكبر اه هو ما بيكبرش بالنسبة الكبيرة بسوها لو تبعنا كيس الشوكولاتة على المدى على فترات متبعة مثلا كل سنة او كل سنتين هنلاقي كيس مستحيل يكون بنفس الحج لازم يكبر طيب يا دكتور هنا بنتكلم طبعا اي ست بتتفرج علينا وحنا بنقول ان الحلقة دي مهمة جدا جدا لكل سيدة وكمان اي سيدة بتتفرج علينا سواء كانت عندها اولاد او لم يعني ما عندهاش اولاد قبل كده دكتور مين هما او مين الحالات اللي بمكن تكون اكثر عرضة لي وجود كيس الشوكولاتة هو لحد النهاردة ما فيش سبب واضح اقدر اقول اللي هو السبب في حدوث بطانة الرحمة المهاجرة على وجه عام اللي هو منه كيس الشوكولاتة تمام بس في بعض الحاجات اللي مون بتزود نسبة حدوث اللي بطانة الرحمة المهاجرة او بتخلي سيدة اكثر عرضة اشهرها على الاطلاق ان السيدة تجري اي عمليات في الحوض اثناء الدورة الشهرية تمام لان مجرد اللي انا بعمل عملية في الحوض سواء استقصال كيس من على المبيض ومش كيس شوكولاتة كيس عادي اوكي زايدة اي مشكلة في الحوض وبيعملها في الحوض اللي هي المنطقة اللي موجود فيها الرحم مجرد حركة الرحم والني ايدي تيجي عليه اثناء العملية بيؤدي اللي ممكن تكون جزء من خلايا بطانة الرحم اللي بتبقى موجودة اثناء الدورة الشهرية ممكن تهاجر وتروح لنصبها بقى مطرح ما تروح زي ما احنا متفقين ما فيش مكان محدد اوكي او مثلا اجراء الاشعب السبغة اثناء وجود الدورة الشهرية عشان كيه بقولك لازم نعمل الاشعب السبغة بعد انتهاء الدورة الشهرية بيوم او اثنين او تلاتة اوكي ده في حالة اكتشاف وجود لا الحالات دي ممكن تكون اكثر عرضة اوكي لكن ما فيش سبب محدد لان في بعض الدراسات بتقول ان بيطانة الرحم المهاجرة دي ممكن تكون موجودة في البنوتة وهي لسه جنين في بطن امها اللي الخلايا المسؤولة عن تكوين بيطانة الرحم جزء منها هاجر فبدأ يكون بيطانة الرحم مهاجرة في اجزاء تانية اوكي ممكن تكون الاسناء مع الوقت بعد ما ببنوتة بتوصل لسن البلو جزء من بيطانة الرحم بيهاجر عن طريق الاوعية المفاوية اللي بيروح المكان اللي موجود في الاماكن اللي موجود فيها في اي جزء وما فيه طبعا اللي هو المبيض فما فيش نظرية وضحة تقول ان السيدة دي ايه السبب اللي مسؤول عن حدوث كس الشوكولاتة او بيطانة الرحم المهاجرة ومعرفة السبب لن تؤثر على العلاج اوكي طب يا دكتور يعني هنا اي ست بتسمعنا اوك تقول لك طب انا ازاي اعرف ان انا عندي المشكلة دي يعني هل فيه اعراض معينة طبعا فيه اعراض معينة اكتر اعراض نعرف به او نتوقع به وجود بطانة رحم مهاجرة او كيس شوكولاتة على المبيض هي الام الضورة الشهري اوكي الالم اللي بييجي لأي بانوتة او اي سيدة اللي هو اول يوم او تاني يوم اثناء الضورة الشهري ده مش بطانة رحم مهاجرة او 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 كيس شوكولاتة لكن الحاجة التانية اللي هو الالم اللي موجود بيبقى عبارة عن الم بييجي بيزيد مع الوقت ما بيخفش بيزيد بيبقى موجود خفيفة اول يوم و تاني يوم يبدأ يزيد تلت يوم رابع يوم يوصل للذروة بتاعته اخر يوم وبعد انتهاء الدورة بيومين اوكي لكن يعني هخي نقول ان الالم بيبتدي مع اول يوم في الدورة الشهري اوكي 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 و بيبدأ يزيد يزيد يوصل ليه بقى بيزيد في الاخر احنا متفقين ان بيطانة الرحم مهاجرة عبارة عن خلايا للرحم بتنزل اثناء الدورة الشهري طبعا الدم بيبدأ يجمع في المكان اللي موجود فيه بيطانة الرحم مهاجرة اوكي تمام فبيبدأ يزيد 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 فبيوصل للذروة بتاعته في نهاية الدورة الشهرية اوكي ده الالم الموائز ويبقى الالم شديد لا يستجيب للمسكنات بسهولة بتبقى السيدة يعني بتبقى في عذاب بمعنى كلمة عذاب تمام حياتك تتريد انت في نقطة مهمة جدا انه فيه خانقل بنات وسيدات كتير جدا بيختلط عليها الامر في فكرة انه يبقى عندها ألم ألم كبير جدا موجود اثناء الدورة الشهرية وهنا ممكن ما تاخدش بات ولاك ده طبيعي ألم بيحصل لي كل شهر اي كل شهر لو أول يومين ما تقلقش عشان بس السيدات اللي بيسمعونا دلوقتي مش كل واحد بنتا ما تكونش عندها ألم في الدورة الشهرية تبدأ تخاف عليها الألم اللي بييجي في أول يومين ده طبيعي جدا وبيبدأ يخاف الألم التاني بيبقى موجود وبيبدأ يزيد الألم اللي بيزيد ده تخاف منه الألم اللي بيخاف ده ما تلاقش منه خالص ما فيش منه اي مشاكل وده الطبيعي لأي بنتا واي سيدة تمام وطبعا يا دكتور هنا السيدة لو حاسد بألم بتروح للدكتور وبتحكي له هنا المشكلة اللي عندها بالضبط هنا بقى الدكتور بيبتدي يحدد أن عندها المشكلة دي بزر إزاي بقى بيتم تشخيص كيس الشوكولاتة كيس الشوكولاتة من أسهل الحاجات اللي ممكن تشخص بالأشعة التلفزيونية العادية على البط أو في المهبل بنشوف كيس الشوكولاتة قدام بيبان من أول مرة بيبان من أول مرة ما فيش فيه ما فيش فيه من الحاجات الصعبة في تشخيصها مجرد اللي بنخش وليه مزايا معينة بالأشعة التلفزيونية بيتعرف إنه هو ده فعلا كيس الشوكولاتة ممكن تكون بقى اللي هو بيطنط راح من مهاجرة خفيفة على المبيض ما وصلتش لمرحلة الكيس الشوكولاتة ده بيتم تشخيصها عن طريق المنظار لكن لو اتكلمنا على كيس الشوكولاتة بينام ده بيتشخص بسهولة بالأشعة التلفزيونية سواء الأشعة التلفزيونية العادية على البطن أو لو الكيس شغير شوية بيبان أفضل بالأشعة المهبلية تمام يا دكتور طيب لو نجينا نتكلم فيه نقطة مهمة جدا لما نقول إنه فيه مشكلة فيه ناس كتير أو سيدات كتير ممكن تعديها لكن لما نجي نتكلم في نقطة الحمل هنا بقى الست بتركز في كل تفصيلة صغيرة تأثيره بقى على حدوث الحمل كيس شوية طبعا من الحاجات اللي بتؤثر تأثير قوي على حدوث الحمل أولا ده عبارة عن دم موجود في المبيض تمام ليه تأثير على جزئين بيأثر على المبيض نفسه وعلى وظيفة الأنبوبة وبيأثر برضه على بطانة الرحم نفسها أوكي التأثير اللي على المبيض اللي هو بيطلع بويضات جودتها مش قوية فما بتكونش جانين قوي فبيبقى حدوث الحمل معاها مش بالنسبة عالية طبعا النقطة التانية كمان اللي هو بيطلع مواد بتؤثر على الحوض فبيبدأ يأثر على حركة الأنبوبة فما بتبقاش بالوظيفة المناسبة بحيث اللي هي تاخد البويضة وتقابل حيوان المنوي وبعد كده يبدأ يحصل الحمل فالأنبوبة بتأثر على حركة الأهداب وحركة الأنبوبة نفسها اللي بتاخد البويضة النقطة التانية إن المواد اللي بتطلع من الكيس الشوكولاتة دي بتؤثر تأثير سلبي على بيطانة الرحم اللي بتبقى موجودة ومستنية إن الجنين ينزل عشان يتقبل فهي لها تأثير طبعا على حدوث الحمل لها تأثير بشكل كبير جدا طبعا على البويضة وعلى الأنبوبة وعلى بيطانة الرحم وعلى الحمل بشكل عام هنكمل كلامنا يا دكتور بس هناخد فاصل فاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا معاكم خليكم معنا وارجعنا لكم مرة تانية ونكمل كلامنا مع دكتور محمد حسني وبنتكلم الحقيقة عن موضوع مهم جدا ولذلك إحنا النهاردة قلنا نتكلم فيه بشكل خلينا أقول لحلقتنا كلها نستفيد بموضوع كيس الشوكولاتة وقديه هو مهم جدا وبيأثر بشكل كبير جدا على السيدات عشان كده يريد كل ست أو كل بنت تتفرج علينا لأنه فعلا حلقتنا مهمة جدا دكتور إحنا بنتكلم عن كيس الشوكولاتة وتأثيره على الحمل حيث قلت أنه بيأثر بشكل كبير جدا على الحمل طب يا دكتور يعني هل ممكن كل سيدة عندها كيس شوكولاتة هنا بتقول حيث يقول له هيحصل لها مشاكل طب فيه حالات بتحمل أو فيه ممكن ستة تحمل وهي عندها المشكلة دي طبعا بيأثر حدوث الحمل بس ما بيعملش عقد ما بيمنعش لا بيمنعش لا بيمنعش وبيأثر عنده حمل يعني لو فرضوا سيدة جيالي ومتجوزة حديثا مثلا واكتشفت اللي عندها كيس شوكولاتة مثلا وكيس حجمه اتنين في تلاتة أو تلاتة في تلاتة وأي أن كان حجمه صغار أو كبير أوكي هقول لها يا لازم أشيل كيس شوكولاتة ولازم أتعامل لا طبعا أبدأ أتعامل لو فيه تأخر في الحمل لأن فيه سيدات كتير بنجتشف اللي عندهم كيس شوكولاتة وإحنا بنولدهم أوكي منعش لاقي فيه كيس شوكولاتة أو هما في بداية الحمل فليس هو ما بيأثر على حدوث الحمل بس ما بيخلهوش 0% طبعا أوكي فعشان بس بطمئن الحالات بس اللي هما لسه مقبلين على الزواج أو عارفين اللي عندهم كيس شوكولاتة ولسه ما تجوزوش أو متجوزين دلوقت وعندهم كيس شوكولاتة ولسه ما عندهش عندهم أكتر من سنة في الجواز أوكي فمعليش يعني ما فيش داعي للتدخل قبل حدوث تأخر في الحمل طب يا دكتور هل بيأثر على استمرار الحمل يعني ممكن السيدة تبقى حامل وتكمل عادي طبعا بيأثر وبيكمل طبعا بس برضو الحالات اللي عندها كيس شوكولاتة أو بطنط رحم مهاجرة واجه عام ماينفعش تتعامل معاملة سيدة عادية طول فترة الحمل في علاجها تستمر عليه مجرد ما تعرف اللي هي حامل في علاجها تها هيتتخذ بصفة شهرية فماينفعش تتعامل معاملة عادية أوكي يعني كمان نقول يا دكتور انه مش معنى ان سيدة تبقى عارفة انها حامل ان هي بعد كده تتجاهل الموضوع طبعا هنا أهمية سرعة العلاج طبعا طب يا دكتور ممكن السيدة بعد ما يحصل حامل وولادة امتى تبتدي تركز تعالج الموضوع بعد قد ايه فترة بعد ما حصل حامل وولادة اه خلاص حسنا قلت تستنى لحد ما يحصل وولادة لو الموضوع التامل لا ما تتعملش محسب شكوة السيدة لو السيدة بتشتكي من تأخر في الحمل يعني السيدة مثلا عندها يكتيكي هاتف شوكولاتة موجودة أو بطنة راحل مواجر بتشتكي من تأخر في الحمل والألام أثناء الضورة الشهرية أوكي فلو واحدة بتشتكي من تأخر هي حملت وما فيش عندها الألام والألام اللي عندها هي مستحملها ما فيش داعي لتدخل أوكي فهي حسب شكوة السيدة بنتدخل ومنحدد العلاج سيدة تزوجت وعندها كس شوكولاتة أيا كان حجمه ورزقت بحمل من غير أي تعب وكملت حملها والحمد لله الألام الشهرية عند دورة الشهرية عندها ألام هي مستحملها وبتستجيب للمسكنات خلاص ما فيش داعي لتدخل مش هعمل مشاكل أوكي يعني مش هيأثر بشكل سلبي عليها لا 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 طيب يا دكتور هنا خلينا نقول هل كيس الشوكولاتة ليه مشاكل تانية غير أنه بيأثر على الحمل طبعا زي إيه يا دكتور لو واحدة عندها كيس شوكولاتة وعندها تأخر في الحمل والتأخر واخدت كل الوسائل للعلاج ما ينفعش إلا أنا أسيب كيس الشوكولاتة كما خصوصا لو فيه تأثير في في الحمل حدوث الحمل في حد ذاته ده بيعمل ضمور في كيس الشوكولاتة زي ما احنا متفقين اللي هو عبارة عن بطنة رحم بتتكون بتزيد وبتنزل مع الدورة الشهرية فحدوث الحمل بيعمل الهرمونات اللي هي بطنة الرحم بتعتمد عليها بتختفي فبيحصل لها نوع من أنواع الضمور في بعض الحالات بيختفي أصلا كيس الشوكولاتة أثناء الولادة ما نلاقيش الكيس اللي احنا كنا كنا شايفينه قبل ما تحمل طب هو راح فين يا دكتور ما بيحصل ضمور الجسم بتخلص منها يعني هنا نقدر نقول إن الحمل بيأثر على بيخاليه اختفي أوكي تمام فحدوث الحمل نفسه ده بيعمل السيدة من وسائل العلاج كل الحالات يا دكتور كل الحالات أي أن كانت درجة بطنة الرحمة المهاجرة تمام طب لو فرض السيدة ما حصلش لها حمل ومتشتكي من تأخر في الحمل لازم تلجأ للأخصاب المساعد في أسرع وقت لأنهم وجدوا أن بطنة الرحمة المهاجرة أو كياس الشوكولاتة بتأثر على مخزون البويضات الحالات الكفية فيه جزء موجود في المبيض وفي تغيرات كيميائية تحدث في الكيس فبتأثر على البويضة اللي جنبها اللي هو الجزء الصحي اللي موجود في المبيض بيتأثر بكيس الشوكولات فأي سيدة بتشتكي عندها كيس شوكولاتة بتشتكي من تأخر في الحمل أو ألام موجودة يبقى لازم يكون فيه تدخل سواء بإخصاب المساعد أو سواء بجراحة بالمنظار طيب يا دكتور حالك كلمت في خانقول كلمت في بعض العلاجات لكيس الشوكولاتة عايزنا بقى نعف كل أو أهمية العلاج ده أول حاجة ثاني حاجة إيه هو العلاج المختص لكيس الشوكولاتة نتكلم على كيس الشوكولاتة إن الموضوع ده عامل زي الأهل والزمالك كل واحد فريقين موجودين كل واحد متمسك برأيه وده أنا رأيي إن الكيس ده ينشال ويقول لك لا لا ما ينفعش ينشيله دلوقتي فبيحصل مشاكل يعني في بعض الأراء بتقول بمجرد وجود كيس الشوكولاتة ده لازم ينشال قبل عملية حقن مجهاري بالتم أوكي خلاص وفي ناس يقول لك لا لو السيدة بتشتكي من ألم نخش نشيله لو بتشتكي من تأخر في الحمل ينساب طيب أي دكتور دوجت نظر صحيحة أنا أقول الرأي الوسط اللي هو المعتدل طبعا المشكلة في وجود كيس الشوكولاتة ده بيؤثر على البويضات وهي بتطلع وأثناء عملية الحقن المجاري أو أثناء المنشطات فبيخلي بويضات جاودتها مش حلوة بويضات جاودتها حلوة أثناء السحن البويضات بتبقى نعملها فهي شيء من الصعوبة لأنه بقى فيه كيس دم موجود فبيأثر على نمو البويضات ما ينشلش لو العينة بتشتكي من تأخر في الحمل لو حجمه أكبر من 5 سنت ده ينشل وينشل بالمنظار مش جراحة قولا وحدا مش حاجة اسمها جراحة مش حاجة اسمها جراحة ممنوعة ده بالضبط في إيه؟ لو هنشيل كيس الشوكولاتة ينشال بالمنظار في كل الحالات في كل الحالات أي أن كانت الحالة صعبة أي أن كان فيها مشكلة الأجهزة اللي وقت موجودة وبتساعد بشكل كويس اللي احنا ممكن نوصل لكيس الشوكولاتة بسهول فلو السيدة بتشتكي من تأخر في الحمل وكيس الشوكولاتة أقل من 5 سنت يبقى لعلك حقني مجاري ونسيبك كيس زي ما هو لو بتشتكي من بتشتكي من تأخر في الحمل وكيس الشوكولاتة أكبر من 5 سنت يبقى نشيل بالمنظار طب لو السيدة بتشتكي عندها ما بتشتكيش من تأخر في الحمل عندها أفوال بس بتشتكي من ألم يبقى نتدخل ونشيل كيس الشوكولاتة أيا كان حجمه أكيد أكتر من مرة أنه لا ما يتشالش بالجراحة أيها طبعا طب ماذا خطورته لو تشال بالجراحة ماذا خطورته الفيديو بس عادي نشغاله دوقتي عشان في حاجة عايزة أرقوا عليها بتحصل أثناء الجراحة وبتحصل أثناء المنظار الفيديو بس عشان هذا المنظار تمام شوفه بس المنظر اللي بيخرج من بطن عمل إزاي ده هنا ده منظار ده جراحة منظار الحاجة اللي بتحصل أثناء شيل الكيس الشوكولاتة ده طبعا احنا بنفتح الكيس دلوقتي تمام ده من المنظار عمل إزالة خالص ما فيش فاي مشاكل خالص أهوان وده كيس ده حجمه صغير مش كيس كبير تمام سأهر ذا كده احنا بنسألك أهوان هنا يا دكتور يعتبر كيس يعني هنا أقول حجمه أدي إيه ده حجم ده أبين ده 3 سنة تقريبا وده حجمك يعتبر صغير ده ده صغير طبعا كان زمان أي كيس شوكولاتة كان بينشال الحاجة لو حتى حجم 2 سنطي شايف المادة اللي طلعت دي ده الشوكولاتة اللي الناس اللي كلناه بنتكلم عليه في المنظار احنا كيس الشوكولاتة احنا شفطناه وخلصناه وبنغسل مكانه وما بيحصلش التساقات بسهولة في المكان ده بالجراحة بيحصل التساقات فأنا هعالك حاجة وهدخل في مشكلة دانية في مشكلة دانية فالأفضل بالمنظار الأفضل بالمنظار قول مهيدا الأوقات لو في حالات في حالات بقى فالتساقات جمدة وبتبقى صعب الوصول للمبيض الأجهزة اللي موجودة دلوقتي بتساعد اللي احنا نسلك للتساقات دي والعينة هتستفيد كمان طب يا دكتور لو جات لحياتك مريضة وقعت لك أنا عايزة عرفت ان عندها المشكلة دي وقعت لك أنا عايزة أشيل الكيس قبل معمل الحقن المجهري عشان أكون دخلة وأنا متطمنة أنا ما عنديش أي مشاكل كيس الشوكولاتة أقل من خمسة سنتي ينساب أكثر من خمسة سنتي ينشال لحضراتك فيه نقطة مهمة جدا أنا لو شيلت كيس الشوكولاتة ما أنها أثر على مخزون المبيض احنا بنشيل كيس الشوكولاتة من جوه المبيض حاجة لما بنشيله بيأثر على مخزون المبيض فاحنا بنحاول ان احنا نسيب المبيض بخيره أكبر من خمسة سنتي ده ينشال لانه هيبدأ يأثر فيه نقطة تانية ممكن نلجأ لها وطبعا ده عليها كلام كتير بس أنا بستخدمها في حالات معينة اللي احنا بنشفط كيس الشوكولاتة قبل في الشاء يعني في الدورة الشهرية اللي احنا بنعمل فيها ايه عملية الحقن المجهري طبعا عملية دي لها مشاكل وبتؤثر في بعض الاحيان بس ساعات بنلجأ لها كتير عشان تدي مجان البويضات تكبر ده في الحقن المجهري وبيكون فيه علاج معين يا دكتور سريعا طبعا فيه الحالات الحقن المجهري اللي عندها كيس شوكولاتة اللي احنا بروتوكول خاص بيها قبل من يبدأ مناشطات لها بروتوكول وعلاج معين أثناء المناشطات لها علاج معين بعد سحب البويضات لها علاج معين مع زلع البويضات لا علاج معين لما بتحمل فالحالات اللي زي دي بتعامل معاملات خاصة علاج زود الدم اللي راح لبطانة الرحم عشان نتجنب المشاكل علاج يجنبنا الأثار الجانبية للمواد الكيميائية الضارة اللي بتخرج من كيس الشوكولاتة عشان نتجنب الأثار الجانبية اللي بتبقى موجودة على بطانة الرحم وعلى البويضة ندي علاج قبلها لمدة شهر أو اثنين عشان يحسن جودة البويضة اللي بتطلع اللي بتبقى مضرورة بكيس الشوكولاتة أوكي يا دكتور بشكرك جدا وزي ما الدكتور قال أهم حاجة لما نحس بأي أعراض زي الدكتور تكلم فيها ألام أثناء الدورة الشهرية سواء كانت الألام دي بسيطة أو مزمنة يبقى احنا هنا فورا نلجأ للدكتور لأنه ممكن تكون مشكلة كبيرة واحنا مش عارفين منها كبيرة فعشان كده دايما سرعة التشخيص دايما بتسهل كتير العلاج وبتعملناش مشاكل فيما بعد احنا بعد كده ندخل في مشاكل أكبر من تخيلتنا نشكر مع بعض دكتور محمد حسني أخصائي الحقن المجهري وأطفال الأنابيب استشاري جراحة المناظير وأيضا أخصائي الجودة من الجامعة الأمريكية نشكركم مشاهدينا وتابعوا دايما كل جديد من برنامجكم جنتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة